السلام عليكم السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بألف خير اليوم اجيتكم ببنة والشخشيخة على محلها في تونس نسميها القطايف وزيدة كيف كيف في البلدان المشرق يسميها الكنافة اليوم ايش نقدم لكم كنافة بالجبن السهرة برشا بسيطة لحقيقة متعربي بعد ما كملت صورت وزينت وعملت انسيت باش نقطعها قدامكم ونوريكم التجبيدة متاع الكنافة ومتاع الجبن حاجة مش تشهي بركة باللي نقول لكم وباللي نصفلكم حكاية بصراحة بكل صدق في العائلة الاكثريا نحب الكنافة بالقشطة لكن كنافة بالمدر كيف كيف بينما عندكم اتقولوا فيها سبق لي وتشاركت معاكم رسات الكنافة بالقشطة ورسات القشطة العربية الفاخرة كيف كيف تشاركت معاكم الكنافة النابلسية وتشاركت معاكم زيادة تبقى مشكل المتاع كونيفة اشكال انواع الفصالية للمبرومة والاصابع الكونيفة حويجة اللوكس وتستاهل فايمكم رسيتنا اليوم سهلة برشا وبسيطة تبعوا لزيتا بتجيكم كونيفة بنينة ودلولة لك انا اول حاجة يلزمها تكون عنا اللي هي الموزاريلا موزاريلا دو برفيرانس تستعملوا موزاريلا النوع ممتاز وموزاريلا كو تسوات تشريها من عند الحلايبي وتكون موزاريلا عربي او تستعملوا الباكيت تاع موزاريلا الاسبيسيال بداية جبدو كل شي دوك سهلين مش سهلين يا ربي يكلي بدو تجبب دوين عالاخر لك انا عندي كونيفة وعندي زبدة مغلية من زوعة الحليب ملاحظة لازم 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 تستعملوا زبدة مغلية من زوعة الحليب ومتستعملوش مارجارين عندها دور كبير في القرمشة متاع متاع الكونيفة وعندها كيف كيف زادة دور كبير في القو وننصحكم اذا كانت تعملوا زبدة تقعد حتى بدنهارين في الثلاجة هي مش مش تقعد لمحاليلة كاملة مش مش يصبح عليها صباح كما نقولوا بتاني الماء وبنينة اما اذا كانكم مثلا دوز افراد وعملتوا تباق كونيفة سين نرمال بيشتبات مكمش مش نجمو تاكلوها لكلها فارد ليلة دوك عاملوها بالزبدة ما تعملوش بمارجارين مارجارين اللي المطعم بتاعها يتبدل ثاني يوم دوك هنا يناخدوا هاك الزبدة المغلية منزوعة الحليب ونصبوها عالكونافة في المرحلة هذي فماش كوني تزيد غرفتين او الثلاثة مغارف على الكونافة سكر محور والي هو سكر سيكروغلاس بصراحة منزيدهاش والوثات الاصلية ما زيدوش فيها اما همش نقولكم مش نوو تدور متاع السيكروغلاس وتنجمو اذا كانتو ما حبيتو تزيدوه بنسبة لي مستحقتوش خطركش اوتوماتيك مو هي جيتة جارمش السيكروغلاس كيف يدخل للفور كيف تعملوها في الفورو اللي بش طيبوها عالغاز كما الكونافة ترديسيونيل السيكروغلاسي يتشمع ولا كيفي يشمع لك شعرات الكونافة ويقعدو ديما يتقرمشو كما نقولو يعمل لهم اكا طبقة اكل عبارة تخلي ديما شعرات الكونافة كروسيانت وبالي يعني تقصوها ولا بالي حتى باش تبيتوك وشي ديما تقعد تتقرمش هي ديجاة بالطريقة هذي ديجاة تقعد تتقرمش باش تتحقوش باش تحطو فيها سكر ومحور على خاطر ديجاة باش انو نشحروها بعد تلك بالقطر ولا بالشحور ولا بالشيرة ديجاة تقعد انها سكرية معنيها باش نوعنا عملو بعد ما شمخناها مليح مليح بالسمن السمن الحيواني او الزبدة المغلية خاطر ديجاة اسمها السمن الحيواني ولفتنها ولا السمن الخاص بالحلويات اللي هو الزبدة تكون من مصر حيواني وتغليها على نار هذية حتى لانت تتخلص من الحليب او من الماء الموجود فوص الزبدة وتولي ريحتها بنيدا نودكم ونشاهيكم بسراحة لكن فتفتو الكنافة متاعنا وإلا نقصوها بالمقص ما هو مشكل في النوع هذا متاع الكنافة ونفرشو الطبقة تكون محترمة فمش كون يعملها خشينة ولا غليظة تكون كيف الكيك بسراحة الكنافة بالجبن وإلا كنافة بالقشطة ولا اي نوع كنافة خستاني يبدو هيك صواني الحقيقة متاع ربي وما نحبها وما نشتهاها وأصلا ضقتها في تركيا مرة بالحق عمري مريدها كون يفاك الكيك كان في تون صرتهم يعملها خشينة أما هي تجي كان رقيقة ما تجيش شخشينة تجي معناها الحاجمة متاحة يكون جويت ذو كان ناخذو الشرائح الموزاريلا ولا كان عندكم موزاريلا مقصوصة ديبتيكيوب ولا مبشورة ولا حاجة مش مشكل المهم تفرشو تعملو معناها كمية سخية متاعها موزاريلا قيس ما عندكم قد ما عندكم حطو كونوا كورة ماء باش تجيكم هي موزاريلا و تجيكم تشبيدة مزينة و تجيكم كنافة مشخشخة و دلولة لحقيقة ما نعرفش أصل التسمية لهذه كنافة في تونس لماذا نسميها في القطايف ما نعرفش إذا كانتوا ما تعرفوا قولوا لي نحب نعرف و إن شاء الله يا ربي تجربوا و تشاركوني تطبيقاتكم في جروبكم صندوق و نص و أكيد إذا كانكم أول مرة تجربوا قناتي لا تنسوا باش تعملوا سابونة و سبسكرايب و تنزلوا على الجرس لك كل من هبط فيديو جديد تصلكم نوتيفيكاسيون لك إن شاء الله يا ربي تكونوا استفدتوا من خلال الوصفة هذي أو من خلال الوصفات القادمة ولا حتى الوصفات اللي باش نخليهمكم في صندوق الوصف ما تنساوش باش تشجعوني بارشة جميع و بارشة كومنترات خطر نبدأ نقرأ فيهم و نبدأ معناها بالحق ندعي لكم بالخير لحق من تعربي لك هنا باش نكمل بعد ما كملت طرحت الكوش الوسطانية بتاع الموداريلا ما تفرشوا عليها حد شي لسيكر و بلاس لحد شي تعاودوا تعملوا نفس الفوليوم و لنفس الطبقة اللي من لوطها تعاودوا تعملوها من الفوق بالشكل هذا ترسوا الكنافة متاعكم تتوزعوا الشعر الكنافة بالكداء و من بعد التالي ترسوها بالكداء هنا ملاحظة تنجموا إما تعملوها في طبق الكيك و تدخلوها للفور و يكون الفور مسخن مسبقا على درجة حرارة 170 و 160 درجة و تخليوها حتى لين يولي لونه متاحها ذهبي أو تطيبوها في قوالب ليكوب كيك بالشكل هذا و تعملوا معنى الطبقة نفس اللي عملتوا في السينية الكبيرة تعملوا في قوالب ليكوب كيك هذوما او زيدة كيف كيف تعملوهم ديميني معناها فك القوالب الميني أصغر من هذوما بالكل و زيدة كيف كيف تنجموا تعملوهم كسسوا مبرومة ولا مشكلين و بالمتزارلة زيدة كيف كيف ولا بالقشطة في الأشكال الأخرى بطبيعة أسبق لو تشاركتوا معكم الطريقة إن شاء الله يربي تجربوا رسيت وتقولوا لي رأيكم هل متوما تحبوها بالسكر و غلاس سكر محاور اللي معنى الكنافة اللي تترش بالسكر محاور والسمن و إلا تحبوها بالشكل هذو كيف عملتها هنا من غير سكر محاور يهمني بصراحة إني نعنا في راهكم داك هنا بش نفرشها بالقدال هنا الحقيقة متعربي الكمية اللي عندي عملتلي تسعة كعبات كيكة صغار و كعبة كبيرة بالنسبة للي يسألوا فيا برشة منين موجودة الكنافة وين موجودة بالنسبة لي شريتها من عند كيك لاندرادس وحتى تباق شريته عندي أكثر من عام من عند كيك لاندرادس أما متومة تنجموا تشريوا الكنافة زيدة موجودة في خطر فهما يشكون الناس مهمش في وسط في تونس الكبرى تنجموا مغازات عزيزة موجودة فيهم و كيف كيف زيدة موجودة لبات فيلو ان شاء الله تكون ريبونس كوليكتيف و برشة الناس برشة ميساجات ووصلتني منين شريت وين نلقاها الكنافة خطر ما برشة الناس شاهيتهم وما قاوش منين يشريوها هنا نرجع الكنافة متاعنا نرسوا الكنافة بالقدة بالقدة ديما الطبقة الوطنية ترسوها وحتى الطبقة الفقنية ترسوها زيدة اما بالمعقول ما تبلغوش تبقى الطانية رسوها بالقدة تبقى الفقنية ما نضغطوش عليها بزيد باش ما تتأثرش الموزاريلا متاعنا هنا باش نفتفت وإلا باش نحاول نحط كمية معتبرة من الموزاريلا صدقوني اول ما طابط وبعض ما زينتها وقصيتها حاجة لوكس تخيلوا انتوما هكا المشهد بتاع الكونافة انتوما استخيلوا اللي احنا ذي ريكت بعد شقان الفتر صورتها بكري بعد شقان الفتر سخنتها مرة أخرى وباش قصيناها وكلناها على خطرك شي باش اكد تجبيدة والطماغيتها بتاع الموزاريلا تقعد دونك اللهم صلي عني بي ان شاء الله يارب يتجربوا طريقة واكيد باش تعجبكم فمبرشة الناس معتمدتها يعني كمشروع منزلي وناجح بامتياز خاصة في الشهر الكريم ان شاء الله يارب يكون فتكم باللي عندي وان شاء الله يارب يتطبقوا رسال وتقول لي شنوها رايكم في الكمانت تحت الفيديو دونك فما نزيد تسئل شنوها نجي نعمل انواع اخرين تعجبا الحقيقة هي معروفة انها بالموزاريلا والله اعلم توما كانت شاهين حاجة اخرى ولا متوفرة عندكم حاجة اخرى لكم حرية الاختيار فما شكونا باي بالنسبة للقطر خلينا نحلوا القوس متاع القطر القطر راني نعمل زوز كسان سكر عليهم زوز كسان ماء وعسر قارس نخليهم يغليوا على النار حتى لين اللون متاعهم مستصفر وقتها نصب ملعقتين اكل متاع عطر شيا ولا ماء الزهر هو ماء الزهر ابن الحقيقة متاعربي في الكنافة ونخليها حتى لين كما قلت لكم تهدى وتبرد كل شيء وقت ادو اول ما نطلع الكنافة من الفورن دي راك تنشحرها بالنسبة للكوب كيك هذو ما نحط في كل واحدة ملعقة اكل كبيرة مملوء امك القطر هذيك وبعد تالي نخليها شوي ترتاح وبعد تالي نقلبها باش يتم توزيع القطر ولا الشربات ولا الشيرة على كعبة الكنافة لكلها كيف كيف زادة نفس المبدأ يتم مع كعبة الكنافة الكبيرة تشحروها بالقدير من جهة باركم وبعد تقلبوها في سحن التقديم وترشوا عليها المكسارات متاعكم هي جنرال موت ترش بالفستق هنا تنجمو زادة كيف تحطوا رهو مع الموت زارلة تحطوا تشكيلها من المكسارات لكن دقيقة باش نزيينها من فوق هذك علش ما حتيتش في قلبها المكسارات هنا اللطبق متاعي جاهزين باش يدخلوا للفور دخلتهم الفور على درجة 170 درجة الفور متاعي بالضوء طابوا ولا تلونها بالحق الدورية مزينة على الاخر خرجتها وباش نبدأ نزيينها بطبيعة زينة حسب الذوق تنجمو متزين وهيش الجملة لكن رهو المكسارات ستنى البستاش يزيد فيها الشتر اما تنجمو زينوها جوز باللوز وان شاء الله صحة وفرحة وان شاء الله تجربوا الرساة وتشاركوا من تطبيقاتكم وتوا ما بقالي كمش نقول لكم دومتم في رعاية الله وحفظه ونشوفكم ان شاء الله يا ربي في بلنا جديدة وكوة جديدة بسلامة اشتركوا في القناة نذ jobs ، اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة